اشتركوا في القناة الامر الذي افقدها عنصر المباغة وجعلها صيدا سهلا للقوات المشتركة وتعد هذه ثاني محاولة فاشلة للميليشيات الحوثية لتحقيق اختراق صوبحي المنظر خلال 12 يوما وذلك في اطار تصعيد نيرقى الى نصف اتفاق ستوكول قالت منظمة تام للحقوق والحريات انها وثقت مقتل 61 اعلاميا ومدافعا عن حقوق الانسان منهم خمسة قتلوا جراء التعذيب في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية وتعددت الانتهاكات التي رصدتها المنظمة ما بين القتل والاعتدال الجسدي والتعذيب حتى الموت والاخفاء القصري والاحتجاز التعصفي والمحاكمات بسبب الرأي يعلوة على تدمير المؤسسات الاعلامية والعبث بمحتوياتها ونهبها او اغلاقها واضحت المنظمة ان جميع اطراف الصراع ارتكبت الانتهاكات بحق العاملين في حق الاعلام وانشطة المجتمع الدولي وانشطة المجتمع المدني وعلى رأس قائمة المنتهكين ميليشيات الحوثي بنسبة 60% نشرت صحيفة صعودية وثيقة تشير الى تلقي القيادة الاخواني حمود سعيد المخلافي لاموال ضخمة من قطر شهريا لدعم ميليشيات الاخوان بتاعز وانشرت صحيفة الوطن السعودية وثيقة لرسالة من وزير الخارجية القطري سفير دولة قطر في سلطنة عمان بتسليم المخلافي ميزانية شهرية باثنين مليون دولار ايما يعادل مليار ونصف ريال جملي مؤكدة بان الدعم القطري لم يتوقف بل لا يزال مستمرا من جمعية قطر الخيرية والهلال الاحمر التركي اعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح ثلاثمائة واربعة وثلاثين اسرة في حفظة مأرب خلال اسبوع بسبب تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين واضحت المنظمة في تقرير لها ان بين ثلاثين اغسطس وخمسة سبتمبر تتبعت مصفوفة تتبع نزوحة تابعة للمنظمة خمسمائة وثلاثة واربعين اسرة قوامها ثلاثة الاف ومائتين وثمانية وخمسين فردا نزحوا مرة واحدة على الاقل وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ومعه العميد صادق دويدا المتحدث باسم المقاومة الوطنية حجر الاساس لمركز غسيل الكولة في مدينة القوخة على نفقة قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح ويأتي المشروع في إطار الاهتمام بالمشاريع الخدمية التي تعد جزءا من اهتمامات المقاومة الوطنية وتعويض أبناء الساحل عن ما لحق بهم من قبل الميليشيات الحوثية وخلال وضع حجر الاساس قال المحافظة الدكتور الحسن طاهر اليوم نضع حجر الاساس لمشروع مركز الغسيل الكولوي في مدينة الخوخة والذي بلغ تكلفته مئات مليون ريال على نفقة قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح وسيخدم هذا المشروع مواطني الصحي الغربي والمحافظات المجاورة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وغيرها من جانبه قال مدير عام مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور علي الأهدى لأن المشروع سيكون جاهزا خلال الأشهر القادمة وسيشكل تقدم كبيرا في مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي إلى ذلك عبر الدكتور يحيى عباس زهير مدير مكتب الصحة بمديرية الخوخة عن شكره لقائد المقاومة الوطنية لما يقدمه من دعم لتخفيف معاناة المواطنين بهذا المشروع الخدمي الذي يستفيد منه أربع مديريات في محافظات الحديدة بالإضافة إلى مديريات محافظة تعز كما أشهد سليمان ناصر رئيس فرع المؤتمر بمديرية الخوخة بما يقوم به قائد المقاومة الوطنية من دعم للقطاع الصحي والخدمي في إطار اهتمامه بإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة ولضمان تهيئة الأجواء والمناخات لاستقرار المواطنين وعودة نازحين إلى ديارهم وعبر المواطنون عن شكرهم للعميد طارق صالح الذي تبنى ودعم الكثير من المشاريع التنموية والخدمية والصحية مؤكدين أن هذا المشروع سيخفف الكثير من الأعباء عن المرضى في ساحل الغربي